السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله رح نحكي عن تقنية سمارت سويتش وهي تقنية موجودة فيها واتف سامسونج الحديثة هذه التقنية بتمكنك من نقل جميع الصور جميع الفيديوهات، الأرقام، الهجهات الاتصال التطبيقات وبيانات التطبيقات وحتى الباسوردات اللي موجودة عندك على الهاتف القديم للهاتف الجديد يعني فعليا رح تستخدم هاتفك الجديد وكأنك فعليا موجودة على الهاتف القديم طبعا التقنية اسمها سمارت سويتش بإمكانك تشغلها على هاتف موبايلك الجديد اللي انت حاب تنقل إلو التطبيقات والملفات وكل هذه الأمور بالنسبة له الهاتف القديم بإمكانك تدخل وتعمل بحث على تطبيق اسمه سمارت سويتش في حل لقيت هذا التطبيق أنت بإمكانك تشغله إذا ما لقيته بإمكانك تحمله وثابته على موبايلك من متجر جوجل بلاي طبعا مجرد ما تشغل التطبيق تعطيه خيار السماح أو خيار الأدونات رح أضف لكم كمان رابط التطبيق في موقعنا والرابط رح تلاقيه معك في الوصف على الموبايلك الجديد انت رح تصل لهذه الشاشة علشان نعمل نسخ لكل البيانات والصور والميزة الحلوة في السمارت سويتش أنه بسمح لنا في نقل كل بياناتنا من الآيفون للأندرويد طبعا إحنا هون رح نحدد الموبايل القديم تبعنا رح نختار مثلا بدل الآيفون رح نأخذ إحنا الأندرويد اللي هو هاتف A52 نضغط على سامسونج ومنحدد هون طريقة النقل إما عن طريق الكابل أو عن طريق اللاسلكي اللي هي شبكة الواي فاي نضغط على لاسلكي الآن رح نروح على الموبايل القديم اللي رح ننقل منه البيانات نضغط على الإرسال ومنحدد طريقة الإرسال اللي هي شبكة اللاسلكي اللي هي طبعا شبكة الواي فاي نضغط على لاسلكي الآن رح يبدأ الموبايل أو رح يطلب منه الآن إشعار تأكيد في نسخ البيانات من الهاتف الخديم نضغط على خيار السماح وراح يبدأ الآن الموبايل في عمل بحث بالكامل عن كل شيء احنا ممكن نعمل إليه نقل على الموبايل الجديد بإمكانك تعمل تحديد لمثلا جهات الاتصال المكالمات التطبيقات التحديدات اللي انت بدك إياها احنا هون رح ناخذ نقل لكل البيانات يعني كل شيء موجود من الهاتف القديم للهاتف الجديد فأنا رح أحدد كل شيء واضغط على التالي على الموبايل القديم رح تضغل إنا رسالة النسخ نضغط على خيار النسخ في حال كنت بتستخدم نمط فرح يطلب منك إدخال النمط بتدخل النمط أو بتدخل الباسورد إذا كنت بتستخدمه على الموبايل الآن رح يبدأ في عملية نسخ البيانات من الهاتف القديم للهاتف الجديد طبعا رح ينقل إليك كل شيء زي ما حكينا طبعا فينا دائما مشكلة مع تطبيق الواتساب فتطبيق الواتساب رح نعمل إليه نسخ بيانات وترجع تضيفه بشكل يدوي رح نضغط على التالي وتبدأ الآن عملية نسخ البيانات طبعا هذه العملية بتحتاج وقت تقريبا يعني ربع ساعة حسب حجم البيانات اللي موجود عندك أنا عندي تقريبا بما يتجاوز 20 جيجا بايت بعد ما تنتهي من نقل البيانات رح تلاحظ أنه أنت فعليا تستخدم موبايلك الجديد وكأنك موجود على الهاتف القديم رح ينقل إليك الإيميلات مع الباسوردات الخاصة فيها التطبيقات مع بياناتها جهات الاتصال كل شيء موجود معك على موبايلك القديم للموبايل الجديد في أمل